اشتركوا في القناة كما يقولهم اذكر ليلتها اني ابحكتهم كثيرا كنت امتلك موهبة عجيبة في التقليل بامكاني تغيير نظرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي اسخر منه اجل كنت اسخر من هذا وذاك لم يسلم احد مني حتى شلتي صار بعض اصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاضعة تلك الليلة سخرت من رجل اعمى رأيته يتسول في السوق والادهى اني وضعت قدمي امامه ليتعثر تعثر فانطلقت ضحكتي التي دورت في السوق عدت الى بيتي متاخرا وجدت زوجتي في انتظار كانت في حالة يرتالها اين كنت يا راشق قلت في المريخ ساخرا عند اصحابي قطة كانت في حالة يرتلها قالت والعبرة تخنيقها راشد انا تعبة جدا الظاهر ان موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها احسست اني اهملت زوجتي كان المفروض ان اهتم بها واقلل من سهراتي قاصة انها في شهرها التاسع قاصة زوجتي الالام يوما وليلا في المستشفى حتى رأى طفلي النور لم اكن في المستشفى ساعتها ترك رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخطر ففعلوا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدون سالم حين وصلت المستشفى طلب مني ان اراجع الطبيبة اي طبيبة المهم الان ان ارى ابني صالم لا بد من مراجعة الطبيبة قالوا لي اجابتني موظفة الاستقبال بحزن صدمت حين اعرفت ان ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاقم في بصره تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تدين تدان لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني ان اكف عن تقليد الاخرين كلا هي لا تسميه تقليدا بل غيبة ومعها كل الحق لم اكن اهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشتد بكاؤه اهرب الى الصالة لانام فيها كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه لحظة لا تظنوا اني اكرهه انا لا اكرهه لكني لم استطع ان احبه اقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الاول وحين اكمل الثانية اكتشفنا انه اعرض كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بصال حتى بعد ان اجربت عمرا وخالدا مرت السنوات وكنت لاه رافل غضتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق مع اني كنت اظن اني من يلعب عليهم لم تيئ الزوجتي من اصلاحي كانت دائما تدعو لي بالهداية لم تغضر من تصرفاتي القائشة او اهمالي لسالم واهتمامي بباقي اخوته كبر سالم ولم امانع حين طلبت زوجتي تسجيله في احد المدارس الخاصة بالمعاقيم لم اكن احس بمرور السنوات ايامي سواء ليلي ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحارية عشرة ضر ما يزال الوقت مبكرا اقول لكن لا يهم اخذت دشا سريعا لبست وتعطرت وهممت بالخروج استوقفني منظرة منظر سالم كان يبكي بحرقة انها المرة الاولى التي ارى فيها سالم يبكي مكان غفلا اخرج ام ارى مما يشكو سالم قلت لا كيف اتركه وهو في هذه الحالة اهو الفضول ام اشتفقه لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف ان ابني يهرب مني الان احتست به اين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرخته رفض ان يخبرني في البداية سبع بكائه وتحت اصراري عرفت السبب تأخر عليهم شقيقه عمر الذي اعتاد ان يوثله الى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم ان لا يجد مكانا في الصف الاول ناد والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على فمه فاني اطلب منه ان يرطف عن حديثه واكمل حينما بكيت يا سالم لا اعلم ما الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم الى المسجد اجاب سالم اكيد عمر ليتني اعلم الى اين ذهب قلت لا يا سالم انا من سيرافقك انا من سيرافقك استغرب سالم لم يصدق ظن اني اسخر منه عاد الى بكائه مسحت دموعه بيدي وامسكت بيده اردت ان اثله بالسيارة رفض قائلا ابي المسجد قريب اريد ان اخطو الى المسجد فاني احتسب كل خطوة اخطوها يقول لا اذكر متى اخر مرة اندخلت فيها المسجد ولا اذكر اخر مرة سجدت فيها لله سجده هي المرة الاولى التي اشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقت طوال السنوات الماضية مع ان المسجد كان مليئا بالمصلين الا اني وجدت لسالم مكانا في الصف الاول استمعنا لخطبة الجمعة معا والصليت بجانبه بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا استغرب كيف سيقرأ وهو اعمى هذا ما ترد في نفسي ولم اصبح به خوفا من جرح مشاعره طلب مني ان افتح له المصحف على صورة الكهف نفرت ما طلب وضع المصحف امامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله انه يحفى صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي امسكت مصحفا احسست برعشة في اوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله ان يغفر لي ويهديني هذه المرة انا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرد ولم اشعر الا بياد حنونة تمسح عني دموعي لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطره عدنا الى المنزل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن غلقها تحول الى دموعي فرح حين علمت اني صليت الجمعة مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء السوء واصبحت الى عدة خيرة عرضتها في المسجد دقت ضعم الايمان عرضت منهم اشياء الهتني عن الدنيا لم افوت حلقة ذكر او قيام ختمت القرآن عدة مرات في شهر وانا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وزخرية من الناس احسست اني اكثر قربا من اسرتي اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تضل من عيون زوجتي الابتسامة ما عادت تفارع وجه ابني سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم قررت انا واصحابي ان نتجه الى احد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية فردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت ان ترفض لكن حدث العسل طرحت كثيرا بل شجعتني حين اخبرت سالم عزمي على الذهاب احاط جسمي بالدراعيه الصغيرين طرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبير رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب اجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بالسرعة اسرع مما تصور تغيرت عن البيت ثلاثة اشهر كنت خلال تلك الفترة اتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي احدث ابنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت اكثر بيس هالمون تمنيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر اما ان يكون في المدرسة او المسجد ساعة اتصالي بهم كلما احدث زوجتي اطلب منها ان تبلغه سلامي وتقبله كانت تضحك حين تسمعوني اقول هذا الكلام الا اخر مرة هاتفتها فيها لم اسمع احكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي ان شاء الله اخيرا عدت الى المنزل طرقت الباب تمنيت ان يفتح سالم لي الباب لكن تجيئت بابني خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره حملته بين ذراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء تتغير فيها تعملتها جيدا انها نظرات الحظن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية الى عينيها سألتها ما بركي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيته للحظات قلت لها اين سالم خفضت رأسها ولم تجه لم اسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما دال يرن في اذني حتى هذه اللحظة قال ابي ان سالم راح عند الله في الجنة قال ابي ان سالم راح الى الله لم تتمالك زوجتي الموقف اجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها ان سالم اصابته الحمى قبل موعد مجيئي باسبوعين اخذته زوجتي الى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روعه الجسم احسست ان ما حدث ابتلاء واختباء من الله احسست ان ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى احسست بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الاعمى الاعرج لم يكن اعمى لم يكن اعمى انا من كنت اعمى حين انسقت وراء رفبة السوق ولم يكن سالم اعرض لانه استطاع ان يسلك طريق الايمان رغم كل شيء لازلت اتذكر كلماته وهو يقول ان الله ذو رحمة وازعة سالم الذي امتنعت يوما عن فبد اكتشف اني يحبه اكثر اخوان بكيت كثيرا وما زرت حزينا كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه اللهم تقبل سال في رحمتك اللهم اننا نسألك التبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة